سلام مرحبا بكم بوصفة جديدة على قناة بنا اليوم ان شاء الله غادي نديروا كيكا دية البانان بشوكولاتة الدهن كتجي كيكا رائعة فيها القرقاء والشوكولات يعني المداقات كيتوتهم عباديتهم ان شاء الله غادي تجربوها تعجبكم الناس اللي عزيز عليهم البانان يعني كتجي كتجي انك هاد البانان طاغية فيها وكيتوتى البانان مع القرقاء مع الشوكولات مداقات اللي كيتوتهم عباديتهم كانت مننا ان شاء الله تعجبكم الوصفة ونبدأوا على بركة الله عدنا ثلاثة ديال البيضات هنا البيض يكون بالحرارة ديال المطبخ ديما البيض يلا بغينا الكيكا تنجح لينا يكون بالحرارة ديال المطبخ هنا ثلاثة دل البيضات متوسطين في الحاجن هنا لي بيستعمل الخلات اليداوي استعملوا اه عدنا واحد الصاشي ديال السكر فاني واحد نصف كاس زيد شوية ديال ديال السكر سانيدة نصف كاس نزيده شوية تقريبا شي شي تمانين جرام تقريبا ديال السكر سانيدة حيث غادي نديرو الشوكولات والشوكولات حلو نخفقو البيض حتي يتبدلون ديالو ويطلع لينا نديرو نصف كاس ديال الزيت وكاس ديال البن هنا انا عزيز عليا لك اللبن كان ديال البن في في الكيكا ديك الحموضة اللي كتكون فيك تعطي واحد الخفال كيكزوينة واحد القاوم رائع هنا عندي الشوكولاتة ديال الدهن هنا استعملوا اي شوكولاتة كاتا لي كاتا كي متوفر عندكم في في البيت اي شوكولاتة ديال الدهن كين عندكم ديرو ديرو تلاتة دلمعالخ كبار هنا ما كترناش الزيت وحي تا الشوكولاتة كي تكون في واحد نسبة ديال الدهون والتا سكر سانيدة ديالنا غير كما كتليكم نصف كاس زيد شوية حي تا الشوكولاتة حلو بش يكون بش بش يكون ما تكونش الحلاوة تاني تغيا في الكيكا بزاف هنا عندي ثلاثة ديالبانانات اللي معكتهم كما اكتلكم ثلاثة ديال معالق ديال كبار ديال شوكولاتة الدهن وثلاثة ديالبانان معكم البانانات معكم بالفرشيت ونضيفوهم ونخلطو هنا عندي معلقة كبيرة ديالنشا كما تعودتو عليا نديمة ندير نشا في الكيكات هنا عندي الدقيق كما كتشوفو المعلقة اللي استعملت الحاجم ديالها معلقة عادية ديال الاكل الزات لي عشرة ديال معالق ديال الدقيق هنا تكون المعلقة كما كتشوفو بومبي عامرة هنا القوام ديال لكي خصو شوية يكون تقيل ما يكونش خفيف حيث غادي نديرو فوق منه القرقاع والشوكولاتة باش ما يهبط لش لنا خصو شوية يكون تقيل قوام ديالو ولكن وخا تقيل را ما تيجيش مع الجن ما ولو بالعكس كي يجي خفيف حيث فيه نشا كي يجي خفيف كما كتلكم عشرة ديال معالق عامرين نضيفوهم بالتدريج وحنا تنخلطوه هنا راه هبط سرعة دياله الخلاط ديال العجانة هبطها نضيفوه وحنا نخلطوه نضيفوه كما اكتلكم هزات لي عشرة ديال معالق كبار هنا طبعا دقيقة يكون دقيقة خاص بالحلويات ونخلطوه حتى نحصلوه على القاوم اللي غادي تشوفوه كما اكتلكم عشرات ديال معالق كبار ديال بوم بيكونوا عامرين ديال الدقيق هنا جوز جوز عفونا جوز خمالات حمرين فئة 8 جرام الخميرة الخاصة بالحلويات الخميرة الكيميائية نضيفوه في الاخير ونضيفوه ما نخفقوش بزاف غير متأكدو انها تخلطط لنا مزيان معالخاليط صافوا نحبسوه هنا المول دهنتو بالزيت ورشيتو بالدقيق اللي عندو الباب يديرو انا انا متا ندهنوش حتى كام بغين نخوفي الكيكا حتى الى دهننا وخلينا تدير واحد للقشرة ديال الدقيق في الكيكا الى طابد من الافضل تدهنوه وتا تصاوبو الكيكا وتدهنوه وتخوفي الكيكا ما تكونوش محضرينو من قبل دهنينو من قبل هنا كما قد لكم خص الكيكا تكون تقيلة شوية باش ما يهبطش لنا هذا القرقاء واد الشوكولات شوكولات شيبسة نخلطها ما شوية للقرقاء القرقاء القرقاء هرمشو صغير يكون القطع صغار باش ما يكون تقيل باش ما يهبطش باش الى طابد يبقى الى الوجه ديالها ونوزع لها هنا طبعا انا مني نبدو احنا نصاوبو في الكيك نكونوش عنا الفران على مئة وتمانين درجة وندخلوها وندخلوها حتى تكون على هذا اللون وكتتحمر كتكون ديالها رائع صراحة وكتجي زوينة وبنينا وكيتكون مدق ديال البانان كيتوات مع القرقاء ومع الشوكولات وهذه الوصفة ديال اليوم كانت من تعجبكم الوصفة ولوصفة قادمة ان شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة